بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نبدأ مع بعض Chapter 9 Robots and Effectors Gripping and Tooling زي ما وضحت لكم في Chapters السابقة اللي تخص الروبوت ان الروبوت نحن بناخد منه الموشن الحركة بنعرف منه شكل الworking envelope اللي هيشتغل فيه وشفنا الجومترز المختلفة بتاعته أما الروبوت الوظيفة اللي هيعملها دي اللي بيقوم بيها الروبوت and effectors ودي بتبقى موجودة في الترجمة حتى العربية بتاعتها اللي هي الفاعلة فدي بتركب في نهاية الروبوت ومن الممكن انها تقوم بجوبس مختلفة إنما انت حملاحظ في العنوانة Between Practice كتبت Gripping and Tooling تنحصر الوظيفة اللي هيقوم بيها الروبوت في حكتين اتنين لما يكون بيعمل عملية gripping أو mask ماسك يعني gripping يعني mask وعملية التولينج المختلفة اللي ممكن يعمل welding ممكن يعمل paint spraying riveting screwdriver زي بيشتغل في مصانع السعرات والكلام ده تعالى نشوف الأول ما هي learning outcomes من هذا الشابتر فهي بيجي the importance of the various methods of workpiece gripping number two understand the design and selection of correct gripper type بيجي نتكلم على end factor ما هو تعريفه فبيقول لي it is a device attached to the end of the robots in order that it can do useful work يبقى بارة عن جهاز يمن اتفقت معك هو جهاز هو اللي يقوم بعملية الشغل الجهاز ده من الممكن يكون لنفس type of power supply بتاعت الروبوت أو other types of power supplies بيقول لي end factor can be classified into two groups grippers or tools تعالى نشوف النوع الاول اللي هو grippers ونشوف تعرفها فبيقول لي the art device that grasp objects in some way and manipulate them for assemble machine loading or similar activities الروبوت مسته لما بيشتغل كgripper انا عندي laccuracy عالية جدا في ان انا دايما نسمي pick and place ان انا امسك شيء وانقيله الى مكان اخر عندي ان انا اقول ان انا جزء من الملي متر هو اللي انا range بتاع accuracy بتاع فبال الكوريس عالية انا اقول حاجة من 1000 من الملي متر ان انا امسك part من position A أو D ل position B فدي ميزة A من برضو الحاجات الاخر اللي عايزين نتكلم عليها ان الفورس اللازمة لل gribbing لازم نحساب تشيره بامان يعني ما تقوليش ان انا ممكن طبعا اجيب gribbing force عليه طبعا هتعمل damage لالبارت بتاعك او ان انا اجيب gribbing force علي طبعا هيحصل failing من fingers اللي مسك ال parts اللي هتنقله الى مكان اخر دي ايه اللي هي ال grippers تعال نشوف في هذا الفيديو كيفية ايه ال gripper نجد انه زي ما احنا شايفين يعمل انا كل اللي يهمني الحركة هي اللي موجودة قدامي فالحركة هي عبارة عشان استفيد منها في open and close انه همسك البار لان انه الجزئين اللي متركبين دول هم اللي بيعمل open and close بساطة زي ما انت شايف انه head worm and wheel الworm اللي دائرية الى الحركة عن طريق اللينكيج اللي احنا شايفين هدي شوف يبقى ايه عايز اعمل open and close وبالطريقة دي بيقدر انه هو يمسك البار عن طريق التوجوز الفكين بتوعه و السيستم اللي قدامي بيبقى في ال ال controller بيدي signal اذا كنت اعمل open or اعمل close على البار اللي احش